بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قده وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكتبوهما فعسسنا بثالد فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بجر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من ردونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعوني إن دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميل لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ححبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمده وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النذار فإذا هم مظلمون والشمس تدني لمستخل لما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون الخبين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ونبليل سابق النذار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الكلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم بل لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا لنا أهم يغتعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهون ولهم ما يتعون سلام لخولهم من رب رحيم هو امتاز الجوم أيها المجدمون ألن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطون إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نجاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يمسرون ولو نجاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا مشعر وما ينبغي لهنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعقى القول على الكافرين أم لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فظلها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من بدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه خالبا يحيي العظام وهي ربيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو خبت لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى نارا فإذا أنتم منه تعقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاضر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العميم إما ما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي في يديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون